هلو مهدير ستورنس تس مستر عمر سبيكينج انت اس اس جون تبي يونت ثري لسون فور ازاك يا شباب عاملين ايه يا رب كده تكونوا كلكم كويسين وبخير وبتذكروا نهاردة ان شاء الله هناخد رابع درسة عندنا في الكالكوليس the derivative of the composite function او the chain rule درس ده طبعا مهم جدا لانه يعني نقدر نقول احنا قلنا ان درس تقريبا او الكالكوليس بالكامل حضرتك يعني ايه بتحتاجها كلها في تالتة سنوية يعني اللي الناس طبعا لانه يتخش طلبة علمي هيا بتتشرح بالكامل تاني فانت هترجع للاكيد الفيديوهات دي تاني وتبتد شوف الموضوع ده بنفسك طيب تعال كده اما نبتد نقول ايه فكرة التشين رول وموضوع بمنطقة البساطة عبارة عني لو انا مثلا جيت قلت لحضرتك وليكن y equal 3 z power 2 y function in z و z equal x power 7 ويجي يقول لحضرتك find dy by dx عايز ال derivative بتاع ال y بس with respect to ايه with respect لل x ممكن واحد يجي يقول لي ايه يقول لي والله ماشي يا مست انا هقول لي ان ال y equal اكتب ال y و ال x function مع بعض يعني ايه يعني يقول لي 3 بدل الزد يقول لي حط ما كانها x power 2 فبدل لما انا كاتب z power 2 لا انا هكتب ال x power 7 صح ما هي ال x power 7 هي الزد فيقول لي يعني كأن ال y equal 3 x power 2 times 4 14 ويبتدي حل هتطلع له 3 by 14 طبعا 3 by 14 اللي هي كام تقريبا تعال كده اما نحسبها 3 times 14 مثلا مثلا يعني في المسألة دي اللي هي 42 الاجابة 42 x power وينقص من ال power 1 x power 13 خلي الكلام ده كده على جنب تعال بقم نشوف ال chain rule ام ايه بيقول ايه بص يا سيدي ال chain rule بمنتهى البساطة ام ايه اللي حضرتك قال لك مش انت عايز تعرف dy by dx مش ده اللي انت عايز يعني الوجع الدماغ اللي انت عامله عشان تعرف البتاع دي هقول لك ماشي يا سيدي add dy و add dx بص انك بكتبهم ازاي وركز كده وحط ما بينهم times والشرطتين تقول له انا هحشر في النص هنا dz واحشر في النص هنا dz ما انا كده كده اقدر اشيلهم كاني ما عملتش حاجة تقول لي اه طب وبعدين يعني انت عملت ايه يعني dy by dx عبارة عن dy by dz times dz by dx ايه dy by dz يعني بعمل derivative لل y with respect to z يعني بعمل derivative لل d تبقى derivative بتاعتها عبارة عن ايه 6z ليه هنزل 2 2 by 3 ب6 وانا اصم ال power 1 6z times ايه دي z by dx اعمل derivative لل z with respect to x of d يعني اعمل derivative ل d 7x power كام وانا اصم ال power كام يا ولاد انا اصم ال power 1 صح؟ تبقى 7x power 6 تقول لي ماشي يا مستر يعني الاجابة dy by dx عبارة عن 6 z times 7 x power 6 تقول لي استنى بقى حط بقى الزد مكانها مش الزد بx power 7 صح؟ حط مكانها يعني 6 x power 7 times 7 x power 6 ايه ده هو 6 by 7 بكام يا باش مهندس 42 x power كام 7 و 6 x power 13 ما هي هي او لا لا 42 x power 13 42 x power 13 يبقى فهمت موضوع ال chain rule بمنطقة البساطة عبارة عن ايه؟ لو انا عايز dy by dx كل اللي بتعمله بتقول لي ادي dy بتاعتك و ادي dx بتاعتك احشر في النص dz dz اللي انا عايزه ادي الموضوع بمنطقة البساطة هو ده فكرة ال chain rule تعالى بقى اما نحلك انا مسائل عليه واحد يقول لي طب ما انا كنت بوك نعملها من الاول وخلاص يا مستر ورايح دماغي انتا ليه بتقول لي بطريقة دي؟ ساعاتي اولاد الفونكشنز بتيه رخمة زي ما احنا هنشوف صعب انك تعمل ماشي؟ فيعني يستحسن نشتعل به هو فكرته بسيطة قوي طيب تعالى كده ما نشوف بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي find dy by dz و بيقول لي ان ال y equal z power 2 و z equal 3x power 2 minus 2 طيب حضرتك عايز ايه؟ عايز dy by dx بتقول لي ماشي احشر ادي dy و ادي dx احشر لي هنا dz و احشر لي هنا dz dy by dz derivative بتاعة ال y with respect to z اهي تقول لي هنا عبارة عن 2z صح؟ انزل 2 و اعمل times z times that dy by dx تقول لي مستر dz by dx دي معناها ايه؟ derivative z with respect to x انزل 2 تبقى 6x صح؟ طيب وال-2 0 تقول لي ماشي يا مستر خلاص عرفت يعني dy by dz تقول لي عبارة عن 2 by 6 اللي هي 12 times z times x اقول له بس نقصك حتة صغيرة الزد دي انا مش عايز اشوفها الزد ده اصلا عبارة عن ايه؟ تقول لي الزد ده اصلا عبارة عن 3x power 2 minus 2 مش دي اصلا الزد اه بعدين دي ال x عايز تقعد تعمل لي times وتدخل لي كله فمرة واحدة مفيش مشكلة عايز سيبها كده اوكي طيب بعدا ما انا عرفت الهارية ده وعايز يبقى at x equal 2 حط كده ما كان ال x 2 تقوم اعمل لي 12 times 3 times 2 power 2 minus 2 كل ده times 2 وحضرتك تحسيب لي يا باش مهندس كل الكلام ده المفروض يطلع لحضرتك بـ 240 اللي هي يا مستر؟ عشان 3 by 2 اصلاً 2 bar 2 4 4 by 3 by 12 12 minus 2 by 10 يعني كاني بعمل 12 times 10 times 2 صح؟ عشان 12 times 2 by 24 times 10 تبقى 240 كلها يعني ده كده كان يعتبر السؤال ده اظن انا شايف موضوع بسيط قوي يبقى انت بتعمل ايه؟ بتعمل لو عايز dy by dx هون الرول تاني dy by dx انا دايماً حتى بحفظه كده ادي dy ودي dx بقوا محشر في النص ايه؟ dz و dz بس كده ده اللي انا بعمله تقولي يلا derivative of y with respect to z ايه البتاع دي؟ ايه dy by dz انزل الpower 7 z power 6 times ايه derivative of z with respect to x اهي هنا من عندي z بالنسبة للx يبقى 3x power 2 اوكي بلاس استنى بقى لسه دي هنزل 2 2 by 2 تبقى 4x طب وال4 0 ده كده مستر اسمه dy by dx تقولي نقصك حتة صغيرة ايه الحتة الصغيرة دي يا مستوري dy by dx تقولي يا مستر الحتة الصغيرة اللي نقصاني نقصك بس يا بش مهندس انك تقوم عامل ايه؟ انك تقوم حضرتك شايل الزد دي حطت الفاليو بتاعتها اه يعني 7 بدل زد power 6 هكتب مكانها ال x اللي هي ايه يعني اللي هي x power 3 plus 2 x power plus 2 x power 2 minus 4 كل ده power 6 بعد كده times 3 x power 2 plus 4 x بس واحد يقول لي عودة فكها هتفك ليه يا ابني خلاص سيبها كده وحط ال x ب 1 حط على طول طالما مديك رقم حط على طول في البتاع المعرفين دي زي ما هي كده حط ال x ب 1 طب 7 1 power 3 ب 1 2 times 1 power 2 ب 2 minus 4 كل ده power كامية باش مهندس power 6 times 3 times 1 power 2 ب 3 plus 4 times 1 ب 4 بعدا ما انا عملت الكلام ده 1 plus 2 minus 4 1 plus 2 3 minus 4 negative 1 power 6 power 6 هيشيل الايه؟ هيشيل النجاتف تطلع لي يعني 7 times 1 ب 7 times 3 by plus 4 يطلع بكامية مهندس يطلع ب 7 7 by 7 تطلع الاجابة كلها ب 49 اتمنى ان دي تكون واضحة لحضراتكم اظن ان انا شايف الموضوع بسيط قوي طيب نجي يا ولاد للنمبر 4 تعالى ما نشوف كده بص بيقول لي ايه؟ نفس الفكرة بص ادروا dy by dx تقول لي عبارة عن ادت dy و ادت dx وحشر هنا في النص dz وحشر dz اهو يلا derivative of y with respect to z اهو يلا تقول لي دي عبارة عن ايه؟ ال y بالنسبة للz اهو y equal حاجة times z يبقى اشتغل في دي 3 انزل الpower واكتب z ونقص منه واحد بلس ايه derivative of z لوحدها ب1 او عتنسها ال1 طايمس dz by respect to x ايه derivative of z بالنسبة للx اهو dz والx انزل الpower تبقى 2x minus 1 بعد اما انا عملت الكلام ده نقصني خطوة زيارة ايه يا مستر الخطوة الصغيرة دي؟ انك بس يا مهندس تقوم شايل للz وتحط الفاليو بتاعها فانت انا هعمل ايه؟ يبقى انا مليش دعوب اي حاجة تاني اهو بس ادي times 2x minus 1 مليش دعوب الكلام ده خالص ودي 3 z power 2 صح؟ بعدين plus 1 كل اللي هعمله هشيل الزد وحط الفاليو بتاعتها in x اللي هي بكام x power 2 minus x بس حضرتك بقى تعوضلي بالكلام ده لما ال x بزيرو حط كده مهندس مكان ال x بزيرو هتلاقي الحتة دي تشيلت 0 minus 0 بالسلام times 3 بالسلام تبقى 1 times 2 times 0 بالسلام negative 1 يعني تطلع اللي جابة negative 1 كده الفكرة كلها فيها اتمنى يعني ان دي تكون واضحة لحضراتكم طبعا يبتدي ايه بقى الفكرة كلها ان يفرد عضلاته شوية بمعنى يا مصدر بص كده يا سيدي عايز d y by d x تقول لي add d y واد d x وحشر في النص d z و d z ماشى يا مصدر وبعدين d y by d z تقول لي يا دي اصلا ايه ما تيجي ان نوضبها كده مش دي كأنها y equal z power half او كنا احنا بنقول ايه للناس اللي فاكرة كنت بتعملي one over twice root يعني ده لو حد فاكر يعني اللي هو الرول ده او اشتغل كده حسنا انزل ال half اهو واكتب الزد بس اناقص من الزد power half اناقص منها تبقى z power a power negative half صح وانقص من واحد times ايه derivative دي اصلا تقول لي هذه النيلة ده fraction بنعمل ايه في الفراكشن down squared اهو down squared يعني x plus 1 all squared بعدين down times derivative up times derivative up down ايه derivative up 1 minus up times derivative down x minus 2 times derivative down اللي هو بكم اللي هو بx اللي هو ب1 سوري اهه derivative x ب1 طيب بعدا ما انا عملت الكلام ده اناقص لخطوة سغنانة ايه يا مستر الخطوة سغنانة يعطني انك بس تشيل الزد times البتاعة دي بقى وهسيبها زي ما هي على فكرة انا مش هغيرها يعني بس مش هغيرها خالص minus a di x minus 2 و a di x plus 1 all squared اللي بقى مستر زي ما هي كده حط مكان x 3 حط اكتب البتاعة دي كلها كده زي ما هي كلها شيل كل x وحط 3 يعني a di half حط هنا 3 minus 2 over 3 plus 1 all power negative half times 3 plus 1 minus 3 minus 2 over 3 plus 1 all squared حضرتك تكتب لي كل ده كده وتشوفه يطلع بكم المفروض يطلع 3 over 16 ماشي يا شباب ده كده كان يعتبر السؤال ده اظن يعني انا شايف الموضوع بسيط الى حد ما طعا تعال كده اما نشوف المسألة دي بيقولك find dy by dx نفس الفكر dy by dx derivative of y with respect to x تقول لي ماشي added dy وقا دي dx وقا دي بحشر في النص دي z ودي z ماشي اول واحدة ما بينهم times ماشي يا مستر ها derivative of y with respect to z نزل الpower 2 by 3 بقى 6 z power 1 minus 1 خلاص ب zero ملهاش لازم times ايه derivative of z with respect to x تقول لي بص يا مستر مش دي قدر اكتبها 5 is z equal 5 x power negative 1 ممكن اعملها كده اه نزل ال negative 1 تبقى negative 5 بعدين نقص من الpower 1 negative 1 minus 1 تبقى negative 2 نقص لي خطوة صغيرة اللي هي ايه ادي 6 بدل الزد بس يا مهندس حضرتك تحط لي الفاليو بتاعه اللي هو 5 over x times negative 5 ودي الx power negative 2 بعد كده اشيل حاجة وحط مكانها لا سبها كده خلاص 6 by 5 يعني 30 over x نبقى بقى ده شغل المهانسين الكبار بقى نبسطها كده شوي negative 5 x power negative 2 يعني معناها x power 2 تحت 30 by negative 5 طبعا نثقي بقى اطلع بقى negative 150 و x times x power 2 تحت يعني x power 3 ايه دي الاجابة بتاعتي ماشي يا باش مهانسين اتمنى يعني ان دي تكون واضحة لحضراتكم طيب هنا نفس الكلام بس ركز بقى معي هنا تقول لي ايه تقول لي بص يا مستر انا هنا هقول نفس الكلام مش هو عايز ال dy by dx هو بس راجل شائي يعني ايه بص كده انا كده عادي اعرف احسب ال dy by dx بص بص هنا كاتبها لي ازاي لا انا عايز ال z as a function of x فهودي ال x هناك اه one over x اكتبها كده فهمت هعمل ايه بس هودي ال x هناك كده اقدر اشتغل ادي ال dy ماشي ودي ال dx احشر هنا dz واحشر هنا dz ادي اللي انا بعمله طيب dy by dz نشتغل ازاي تقول لي ماشي derivative of z plus ايه رأيك ال one over z دي كنت احسبها z power negative one كأنها كده اه اه انازل ال negative one واكتب الزد وانقص من ال power 1 z power negative 2 انت كده انا عملت ايه derivative of d1 plus derivative d negative one والكلام ده طب ايه رأيك معلش يعني تاني ال negative one دي مش تخليلي العلامة اللي في النص minus one واخلص او minus يعني minus كده او حلوة كده ماشي times derivative of z with respect to x ايه رأيي حضرتك بدل ما دي مكتوبة كده ما نكتبها z equal x power negative one شكلها ألطف كده انزل ال power ادي ال negative one واكتب ال x وانقص من ال power 1 بس يا مهندس نقوم عاملين ايه بقى ال power اللي بال negative يطلعها لي فوق تبقى x power 2 هاهم فانت نعملت ايه times ادي ال negative one وبدا لما دي one over x squared ال negative هتغير لي الاتنين دول تبقى كأنها x power 2 minus one عايز اعمله بقى times 1 over x squared مرة ده times 2 ومرة ده times 2 لو انت يعني عايز تشتغل يعني عايز سبق كده طبعا مش لازم تعمل الكلام ده لو عملت ده times ده يطلع 1 لو عملت ده times ده يطلع minus 1 over x squared يعني ادي كده ايه دي كانت المسألة دي بص بقى هنا تعال بقى تاني نوع عندنا من اللسون احنا اقولنا الدرس نقدر نقسمه ياولاد تلات حاجات اول حاجة لتشين رول تاني حاجة لو عندي bracket bracket power حاجة معينة وفي نوع تالت حاجة تالتة لو بعمل المقدرش هستخلص الاكس او الزد الوحدة هبعمل لطرفين هنقول الكلام ده دي وقت ايه بقى فكرة المسألة دي الموضوع بمنطقة البساطة ياولاد لو قال لك ان الواي وده على فكرة application لو قال لك ان الواي equal x plus 4 all power 12 تقول لي يا مصطر معقول يعني ان انا هعد افك bracket power 12 ما هو مش معقول يعني اعمل ايه بص يا سيدي الناس عملوا ايه بالتشين رول قال لك ايه رأي حضرتك انا هقول له الواي equal نسمي مثلا ال x plus 4 دي هسميها بحاجة اسمها z اهو ادي ال x plus 4 هقول لي ان دي اسمها z ايه اللي انا عايز اعرفه عايز اعرف x plus 4 power 12 يعني انا عايز اعرف z power 12 اه وقام عامل chain rule طب هل انا هاعد اعمل الكلام ده بص ام عامل dy by dz وقام عامل dz by dx بعدين عشان يجيب dy by dx عملهم times بعض نفس الرول اللي احنا كنا بنعمله صح؟ dy by dz وقام عامل ده يعني ايه يا مستر نزل دي كده بص بقى 12 z power 3 power 11 نزل 12 وقام عامل z power 11 وقام عامل ايه هنا derivative d واعملهم times بعض وطلع الموضوع وفي الاخر حط الزد ما كنا طيب انا مستر هاعد اعمل الهاري ده ولا حضرتك هتعمل الكلام ده احفظ بقى معايا كده يا مهندس هنعمل ايه بس انا بعرفك الرول ده نفسه جيمني بص يا بطل بقى بص اللي حضرتك هتعمل حضرتك هتقول لي ايه يا مستر هتقول لي انا بعمل derivative عادي جدا من غير اي حاجة بنزل الpower اهو 12 وانقص من الpower 1 x plus 4 والpower 11 وتقول لي by differentiation اللي جوه البراكت تمسك البراكت تعمل لي جوه البراكت derivative اه يعني جوه البراكت ده شايف جوه البراكت x plus 4 ايه derivative بتاعها 1 شكرا خلصت المسألة بس كده اه بس كده ايه ده مستر يعني 12 x plus 4 all power 11 times 1 مالهاش لازم اه دي يا ابني derivative بتاعك تقول لي هو لو انا كنت كملت بتاعت اللي تشين رول كان طلع لي كده اه والله كان طلع لك كده بس في الاخر حط مكان الزت الفاليو بتاعها طب تعالى كده ما نبص على واحدة كمان يبقى تاني يا مستر اهو y equal 1-3x all power 5 بنعمل derivative اللي دي ازاي مستر dy by dx بنزل ال power اهو 5 واكتب ونقص من ال power 1 1-3x all power 4 by derivative اللي جوه البركت ايه derivative بتاعلي جوه البركت ايه derivative 1 0 ايه derivative negative 3x negative 3 اوعى تنسى by derivative اللي جوه البركت يلا كمل يا مهندس ثم حضرتك ايه لي 5 by negative 3 negative 15 1-3x all power 4 اظن انا شايف الموضوع سهل واحدة كمان يا مستر اهو واحدة كمان تقول لي يلا هنعمل ايه هنزل ال power y equal x-3 انا بس بنقل المسألة power 6 sorry x power 2-3 power 6 dy by dx equal انازل ال power 6 اكتب البركت اناقص منه 1 power 5 by derivative اللي جوه البركت ايه derivative اللي جوه البركت 2x يعني equal عايز تعمل 6 times 2x تبقى 12x ودي x power 2-3 all power 5 اه دي يا مهندس الموضوع اظن انا شايف الموضوع بسيط جدا واحدة كمان يا مستر واحدة كمان تقول لي يلا bracket power 4 عادي يعني عشان اجيب ال dy by dx تقول لي هوم عامل ايه هنزل ال power بتاع البركت كله 4 واكتب البركت 3x power 2-4x plus 1 by ونقص من ال power 1 by derivative اللي جوه ايه بقى derivative اللي جوه derivative اللي جوه 2 by 3 6x minus 4 طب والبلاس 1 0 باهمت كده باش مهندس المفكرة في ايه كلام ده في غاية الاهمية في غاية الاهمية واحدة كمان واحدة كمان كده وحاول توقف الفيديو وتحليلي دي بعد اذنك يلا طيب حضرتك المفروض حليت تعال بقى شوف بقى ايه المصطر حليها ازاي المصطر امنزل ال 10 10 كاتب البركت زي اما هو ومنقص منه واحد منقص منه واحد by derivative اللي جوه ايه derivative اللي جوه derivative اللي جوه بقى تقول لي 3 by 6 اللي هي 18x power 2 plus 3 طب وال1 ملاهاش derivative derivative بتاعها 0 هادي يا سيدي الموضوع سيبها كده سيبها كده سيبها كده واحدة كمان يا مصطر بص اللي بعدها هادي number 6 بديكات number 5 تعال لما نبص على number 6 dy by dx تقول لي يا مصطر اول حاجة هنزل ال 7 اهو اكتب البركت زي اما هو ونقص منه واحد by derivative اللي جوه كأن المسألة بقى بقى جيب derivative اللي جوه ايه derivative x power 2 2x ايه derivative 1 over x power 2 ومش كأنها x power negative 2 هتقول لي هنزل ال negative 2 تخليلي دي بدأ البلاس تخليها minus 2 واكتب ال x ونقص منها واحد تبقى negative 3 ايه يا مهندس الكلام ده يبقى فهمت انا بعمل ايه تاني بنزل ال power ونقص منه واحد واقول by derivative اللي جوه ايه دي الموضوع بمنتهى البساطة ماشا يا مهندسين طب بص بقى هنا هنا بقى بيفرض عضلاته عليك شوية بيوم هامل لي ايه هامل لي حاكتين times بعض يعني بص x power 5 ودي x plus 3 all power 7 تقول لي ايه ده بقى يعني حاكتين times بعض يا مهندس اهو كنا بنعملها ازاي ال first times derivative second plus second times derivative first ركز بقى معايا عشان ايه هنا بقى المراجيح كلها بص يا سيدي الفيرست الاولاني هو x power 5 derivative second ايه derivative bracket هنزل الباور هادي 7 واكتب البراكت x plus 3 all power 6 by derivative اللي جوه البراكت ايه derivative اللي جوه البراكت 1 plus تفاهم كده انا عملت ايه يبقى انا عملت الاولاني by derivative التاني plus التاني x plus 3 all power 7 by derivative x power 5 ايه derivative x power 5 5 x power 6 ايه سوري power 4 بقى اناقص واحد 5x power 4 هادي ايه مهندس بعد الكلام ده بعد اما عملت كل هذا الهري نقوم عاملين ايه حطين مكان x negative 2 حطيلي كده مكان x negative 2 7 times negative 2 power cam power 5 بعد كده x plus 3 او negative 2 plus 3 بقى power 6 plus 3 power 6 plus negative 2 plus 3 power 7 وقادي 5 times negative 2 power 4 حضرتك تحسب لي كده كل هذا الهري طبعا الكلام ده يعني negative 2 plus 3 1 1 power 6 ماشي بالسلام negative 2 plus 3 1 1 power 7 بالسلام يعني كل حضرتك بتحسبولي بتحسب لي 7 times negative 2 power 5 plus 5 times negative 2 power 4 يعني بتحسب لي حضرتك اللي ايه الحتتين دول تعال كده اما نحسبهم عشان برضو ايه نتطمن يعني معلش ايه يبقى كده من جوانا حتة كده من جوانا دايما الارقام بتغسل الواحد من جوة كده تعال كده ما نشوف 7 ونقوم عاملين ايه مهندس اهو كالكوليتور بس ايه ما تهنقش معانا ربنا يهديها كده وتبقى كويسة اهو 7 negative 2 power 5 اهو بعدين نقوم عاملين plus يا مهندس نقوم عاملين ايه negative 5 وبعدين negative 2 power 4 ماشي negative 2 power 4 ونقوم دايسين ايكول يطلع الحمد لله ب negative 144 يبقى انا كده حالل صح فهمنا كده يا مهندسين طب اللي بعد يلا استأذن حضرتك كده تحل اللي اللي بعد يلا تاني واحدة يلا dy by dx تقول لها مستر هو derivative حاكتين times بعض المفروض بعمل ايه بنعمل first times derivative طيب الفيرست هكتبه زي ما هو x minus 3 عايز اعمله by derivative ده ايه derivative ده انزل ال power انزل ال 8 وكتب ال bracket زي ما هو ونقص منه 1 x minus 5 power 7 by derivative اللي جوه ال bracket ايه derivative x minus 5 1 لسه انا لسه ما خلصتش الاولى في derivative الثاني plus الثانية في derivative الاولى ايه التانية x minus 5 all power 8 ايه derivative الاولى by derivative الاولى تقول لها مستر derivative الاولى عبارة عن ايه ايه derivative x minus 3 بوانيب فيهمت كده عبارة عن ايه بعدا ما انا عملت الكلام ده احط ما كان الاكس بكام يا مهندس احط لما الاكس 4 احط للي كده الاكس 4 يبقى 8 4 minus 3 4-5 power 7 times 1 plus 4-5 power 8 times 1 دي سهلة دي نحساب 4-3 1 4-5 negative 1 power 7 بnegative 1 ودي ال8 ماشي يا مهندس ودي ال1 plus 4-5 negative 1 power 8 طبعا الpower 8 الpower even هيشل الكلام ده نحساب بقى كده يعني negative 8 عشان 1 times negative 1 times 1 بnegative 1 times 8 negative 8 plus negative 1 power 8 قولنا الpower اللي هيشل الnegative عشان even يطلع لي plus 1 تطلع الإجابة negative 8 plus 1 تطلع negative 7 ماشي يا مهندسين أظن يعني أنا شايف الموضوع بسيط أنت بس ممكن تطلخبط شوي إنما يصدقني هتلاقي الدنيا إلى حد ما بسيط أقوم معك طيب تعالك كده مستر يلا ما نشوف دي number 3 y equal 1-x power 6 1 plus x power 6 على فكرة دي ممكن تحلقه بكذا حل يعني ممكن تحلها بطرقتين وأنا أقول لك على حاجة أنا أحلها لك باللتنين يلا أحلها لك باللتنين بص أول حل واحد يقوم إيه اللي إيه يقول لها مستر الحل الأول يلا اللي هو بتاعي اللي تشين رو يعني الكمبوزت فانكشن تقولي يلا الأولاني في derivative التاني ال 1-x power 6 إيه derivative التاني تقولي ماشي derivative التاني استنى بقى بلون تاني كده هنزل الpower قولنا بلون تاني يلا هنزل power 6 1 plus x ونقص من الpower 1 power 5 يبقى الأولاني في derivative التاني plus التاني في derivative الأولاني طبعا derivative اللي جوه ب1 فما كتبتوش يعني طبعا times derivative اللي جوه 1 ايه plus التاني اللي هو 1 plus x whole power 6 times derivative الاولاني ايه derivative بقى بتاعي الاولاني 6 1-x power 5 derivative اللي جوه هنا ايه negative 1 اه فتخليلي دي بص minus على طول اه عشان negative x derivative تاعها negative 1 ماشي تعال نخلي الخط ده بقى مش هنا نخلي الخط ده كده تقولي ماشي يا مستر بعدين بعدا ما انا عملت الكلام ده حط يا ابني ما كاني x root 2 بس وحسيبه اه يعني 1- root 2 power 6 times 6 ودي 1 plus root 2 power 5 minus واحد احسيبلي الكلام ده هيطلع لك الرقم ده واحد تاني يقولي لا طب بص بقى انا هعمله انا هاضر اغير انا شكل البتاع دي انا عرفها ايه 1 لو انا قلت لحضرتك 1-x times 1 plus x ده difference between two square كنا بنعمل first squared minus second squared تقولي طب ماشا مصدر ايه دي معناها ايه طيب وانا قدر اسخدم الكلام ده اه يا حبيبي تقدر اسخدم الكلام ده تقدر تعمله first squared one times one تقولي ما فيه power 6 يعمد power 6 حكتين times بعض ده power 6 times ده power 6 مش احنا قلنا x power 6 times y power 6 اقدر اكتبها x y all power 6 اعملهم times all power 6 first squared one second squared x squared ما بينهم minus اه ايه دي يعني دي هي دي اه يا حبيبي يلا اعمل derivative d y by d x نزل power 6 واكتب ال bracket نقص منه واحد اه اكتب زي اما هو نقص منه واحد derivative اللي جوه ايه derivative اللي جوه negative two x بعد اما انا عملت الكلام ده حطي اللي ما كان ال x root 2 خلص اللي اتنين صح يعني يقعد في تجر لا اللي اتنين صح هتلعو لك الاجاب ماشي يا ولاد هاي بنيجي اللي بعده بص كده question 4 بيقول لي ايه اهم حكتين times بعد بتقول لي ماشي d y by d x equal يلا مستر استعرنا عشاب اللي اهو plus الاولاني في derivative التاني x power 2 plus 1 all power 5 الاولاني derivative التاني ايه derivative التاني هنزل ال power واكتب ال bracket زي ما هو x power 2 minus x plus 1 sorry minus x plus 1 ونقص من ال power 1 صح ونقص من ال power 1 يبقى negative 5 by derivative اللي جوه ايه derivative اللي جوه هنهر يسودي مسألة قذرة derivative اللي جوه 2x minus 1 plus انا كده عملت الاولاني في derivative التاني plus ايه التاني في derivative الاولاني ايه التاني يا مستر x power 2 minus x plus 1 power negative 4 ده التاني derivative الاولاني عبارة عن ايه تقول لها مستر بص بقى هنزل ال 5 واكتب البراكت زي ما هو x power 2 plus 1 power 4 نقص منه واحد by derivative اللي جوه 2x شفت طبعا ايه كبيرة شوية معلش بس يعني هو ده الفكرة اللي عمنا بمنطقة البساطة بعدين تحط لي مكان ال x1 نسو وتحسب لي الكلام ده كله ماشي يا شباب اتمنى يعني ايه طبعا ايه عشان بس تبقى واضحة لكم اهو انا هشيلها كده ونقوم ايه جايبينها بالمنظر ده وقلنا هنا في الاخر 2x نسو هاي دي يا سيد الموضوع حط ما كان ال x1 في الاخر واعود ماشي يا شباب هي زي ما بقول لك كلها كده هو بيفرض عضلاته على حضرتك بقى الوقت طيب ايه لازمة الكلام ده لو دخلك root افرض مسلا جاب لك مسألة كده y equal x power 2 plus 1 مش قولنا ال root ده كأنها power half طيب يلا خش dy by dx هنعمل ايه مستر هنزل ال half واكتب البراكت زي ما هو x power 2 plus 1 ننقص منه 1 power negative half by derivative اللي جوه ايه derivative x power 2 plus 1 derivative ده 2x سيبها كده سيبها كده عايز تبسطها شوية يعني عايز حضرتك كده تقول لي ادي ال half اهو التو تحت ودي التو اكس سامستر فالتو هتشيل التو وحاجة power negative half معناها root تحت x power 2 plus 1 بس يبقى الاجابة في الاخر x over root x power 2 plus 1 كل ده جواره ماشي يا مهانسين يعني اظن يعني انا شاف الموضوع الى حد ما بسيط question 2 بص بيقول لي ايه مش دي ادرا كتبها y equal 2x plus 1 بس power اللي جوه 5 over 3 تقول لي ماشي يعني dy by dx يلا بنعمل ايه مهندس هنزل ال power اكتب 2x plus 1 اناقص من ال power 1 اعمل لي الكلام ده minus 1 يبقى power 2 over 3 by derivative اللي جوه ايه derivative اللي جوه ايه ايه اوعى تنسى حزاري من اوعى تنسى ماشي نيجي يا ولاد من اللي بعده بص كده بنقول ايه question 3 y equal هنكتب دي ازاي 9 minus 2x power 2 power half يلا نزل لي يا مهندس dy by dx نزل لي ال half واكتب 9 minus 2x power 2 بس هنقص من ال power 1 تبقى negative half by derivative اللي جوه ايه derivative اللي جوه هنزل 2 by negative 2 تبقى negative 4 x بعد كده حط مكان x الرقم اللي هو عايز وحطها بص زي ما هي كده بص والله انا بص انا هعمل اللي هو ايه اللي انا بقول لك عليه بص انا هاجه اعمل ايه هكتب كده ال half اهو بص زي اما هو كاتب half ماشي وبعدين وافتح افتح وكتب لي 9 minus 2x power 2 يبقى 9 minus 2 بدل x احط مكان ايه 1 over root 2 1 over root 2 هفتكس اعمل زي ما هو ايه اللي اهو انا زي ما هو بيقول لي بعمل اهو انا ليه كاتب 7 انا كده مش عام بشي بعمل زي ما هو بيقول لي لا 7 بقى يبقى 9 بقى 9 معلش اهو ماشي power cam 2x power 2 يبقى حط هنا بعد كده اقفل البركت الكبير وحط power negative half ماشي اهو power negative half بعدين همست لسه ما خلصتش هم جايين هنا كده نفتح براكت تاني نعملها times negative 4 times وانوفر root وانوفر root وفي الاخر طبعا يبقى منظرنا وحش وتطلع غلط بس لا ان شاء الله ما نطلعش غلط ليه عشان احنا مش كاتبين حال غلط اهو نمسح بس بس نمسح بس الكوليتور اللي بتبع الكمبيوتر عقيمة شوي بعدين نقوم دايسين equal بسم الله الرحمن الرحيم تطلع بنجاة فهوف يا سلام نبقى احنا كده حلين صح ماشي يا شباب ده كده ايه كان يعتبر السؤال او ظن يعني يا شايف موضوع سهل قوي طيب جزء تاني قبل لتشوز هقول جزء كمان وبعدين هارجع لتشوز يعني هقول جزء اللي هو جزء الاخير اللي فضل لنا بص يا ولاد تخيل بقى انا عندي مسألة بتقول ايه مثلا مثلا يعني لو انا قمتقل لحضرتك z equal 5 x power او 5 y power 6 y power 6 ويقول ما يقول لك ايه يقول لك انا عايز اعرف dz by dx يعني عايز اعمل derivative with respect عايز اعمل with respect to x تقول لي ايه 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 ما يعني ما فيش اكس انا بعمل هنا بالنسبة لل y تقول لي طيب اعمل ايه كل الفرق اللي حضرتك هتعمله خلي بالك ان هنا بتعمل derivative with respect to x تقول لي طيب الحل فيها عمل ايه اقول لك يا سيدي كل اللي حضرتك بتعمله ايه كل اللي حضرتك بس بتعمله بتحل دي عادي كأنها مسألة derivative بتكتب 6 times 5 وتنقص من ال power 1 صحح بتنقص من ال power 1 تبقى 5 بس تكتب لي جنبها ايه بقى ال y دي نفسها تقوم كتب لي dy by dx ال y بعد كده يعني اللي هيطلع لي الفانكشن اللي اسمها y اللي هي اللي جوة اللي عليها power 6 دي هعمل لها derivative with respect to x معرفش بقى ال x ده ايه طب ايه مستر مش فاهمين اقول لك يا سيدي بص كده هنا مش بيقول لك عايز يعمل derivative with respect to x لل y power 5 تقول لي ماشي هنزل ال 5 y power 4 by dy by dx وحط بس جنبها ما انا ما عرفش انا بعمل derivative بالنسبة لل x طب بص هنا عايز هنا يعمل derivative بالنسبة لل ايه لل y لا كده تمان كده الرجل عدال ايه ننزل يبقى 5 y power 4 خلاص سيبها كده تقول لي بالنسبة ايه derivative dy by dy اه derivative ما هي dy by dy ايه ما فيش بقى اه شغل مخك كده ايه نيجي اللي بعد بص number 3 عايز يعمل derivative بالنسبة لل ايه لل n اه يعني هنزل 5 واكتب ال y power 4 بس دي ايه بقى عايز اعمل derivative لل y لل function نفسها بالنسبة لل n by dy n امت كده انا بعمل ايه يا مهندس طب بص اللي بعده عايز يعمل derivative بالنسبة لل x تقول لي هنزل ال n واكتب ال y power n minus 1 اعمل derivative ل ايه بقى derivative لل y with respect to x اه دي يا مهندس الموضوع بمنتهى البساطة يبقى دي بس كانت حاجة كده بيعرف حضرتك انت المفروض تعمل ايه في الفكرة دي فهمنا كده يبقى لو انا عايز اعمل derivative بالنسبة لل x الحاجة ما فيهاش x كل الفكرة بس اني بكتب derivative function with respect to x بس كده جنبها يعني اه تعالى كده اما نشوف ايه لازمة الكلام ده بص لازمة الكلام ده ايه اني يجيب لحضرتك حاجة زي كده يقول لك y power 5 equal x power 3 minus 2x power 2 تقول لي الارف ده انا عارب لو مديني الواي جهزة اشتغل واحد يقوم ايه اللي هنا ايه يقول لي ماشي هجيب الواي جهزة يقول لي هعمل ايه اهم جاي كده عمل هنا power 1 over 5 عشان اخلص من دي ادي الواي واعمل هنا كده power 1 over 5 واشتغل وعلى فكرة صح x power 3 minus 2 x power 2 power 1 over 5 واشتغل ينزل power ونقص من الواحد ويقول لي buy derivative اللي جو وهتطلع معاك صح ومي يمي فيه بقى طريقة اسهل ايه بقى الطريقة الاسهل ده مهندس بص بقى يقوم هاي اللي امس يقول لي انا هاخد derivative with respect to x للطرفين يعني ايه ركز بقى معايا كده ادي x power 3 minus 2 x power 2 بتقوم كتب لي كده differentiation with respect to x للنحية تانية اعمل كده derivative للواي power 5 with respect to x هنزل 5 ودي y power 4 by dy by dx هم دي ما فيهاش يا مستر اكس اه انا بعمل derivative with respect to x اهو يبقى كتب dy by dx هنا طيب derivative with respect to x عادي يبقى 3 x power 2 minus 2 by 2 تبقى 4 x قادية باش مهندس المسألة يبقى dy by dx اللي انا عايزها تقول لي عبارة عن ايه يا مستر هم تقول لي عبارة عن ايه ده ونزل ده بالdivide آه 3 x power 2 minus 4 x over 5 y power 4 شكرا خلصت مسألتي فهمت كده انا عملت ايه اه دي يا مهندسين الموضوع بمنطها البساطة بساعات واحدة يجي يقول لي ايه طب ارجع الواي لأصلها يعني يا مستر اجي ارجع الواي في الاخر لأصلها وقول له ان الواي بالرقم ده ممكن اهو 3 x power 2 minus 4 x over 5 بدل y power 4 تقول لي ما هي اصل الواي ايه اصلا مش اصل الواي الفيفت روت للكلام ده يعني اصلها حاجة الفيفت روت لل x power 3 minus 2 x power 2 اوكي عايز سيبها كده خلاص سيبت هي حلوة ماشي يا شباب ده كده كان يعتبر المسألة بتاعي واحدة كمان يا مستر معلش y power 3 equal 3 x power 2 minus 4 يبقى بتقوم جاي اللي كده تقول لي انا هعمل differentiation with respect to x اشمعنا with respect to x عشان هو derivative عايز derivative بالنسبة للx هاي لو عملت derivative لل y power 3 النحية للشمال دي هتقول لي 3 y power 2 نسيت حاجة يا مهندس تقول لي dy by dx derivative y بالنسبة للx لان dy equal نزل 2 هنا 2 by 3 6 x minus 4 ملهج derivative تقول لي بعدين اعمل استخلص لdy by dx تقول لي عبارة عن 6 x over 3 y power 2 6 divided 3 يعني 2 x over y power 2 عايز تفك y power 2 تجيب لي اصلها عايز سيبها كده سيبها كده هي حلوة كده خلاص سيبها ماشي يا استاذ اظن يعني انا شايف الموضوع بسيط خالص على فكرة ممكن واحد يجي يقول لي ايه يقول لي ماشي اهو 2 x يقول لي هاستخلصها ازاي يعني مش هي ابني اساسا y power 2 ماشي طب انا عشان اجيب y هنا كنت بعمل ايه third root صح يعني هوم جاي كده اعمل cube root او cube root 3 x power 2 minus 4 اهي بقت المسألة كده فاهم كده بقت المسألة يعني power 2 over 3 يعني اللي عايز اكتبها كده اوكي عايز سيبها كده يبني سيبها كده وخلاص وراح دمارك فاهمت يا مهندس انا بعملي طب نيجي number 3 يلا 4 y power 2 equal x power 5 minus 2 x power 3 plus x على فكرة دي اخر حاجة في الدرسين يلا هنعمل differentiation with respect to x يلا النحيتين تقول لي هنا هنزل power تبقى عبارة عن 8 y 2 by 4 اللي هي 8 تبقى على طول 8 y dy by dx عشان dy هنا مستر هنزل 5 5 x power 4 هنا 3 by 2 يعني minus 6 x power 2 plus 1 بعد كده هتلي dy by dx الوحدة تقول لي عبارة عن 5 x power 4 minus 6 x power 2 plus 1 كل ده over 8 y عايز تحط مكان ال y الفاليو بتاعها اوكي وتعمل الكلام ده تاخد الفور دي توديه هنا divide وتحطها لتحت روت ادي الموضوع بمنطحة البساطة ماشي يا سادزة اظن انا شايف الموضوع بسيط نجي اللي بعد بص question 4 بيقول لي ي y power 3 equal x power 2 minus 4 x plus 4 all power negative 2 يلا derivative by differentiation with respect to ال a ال x اعمل هنا كده differentiation with respect to x 3 y power 2 dy by dx equal ده bracket حاجة اقول bracket هنزل ال power واكتب ال bracket زي ما هو ونقص من ال bracket واحد negative 2 minus 1 يبقى negative 3 by differentiation اللي هو ال bracket ايه differentiation اللي هو ال bracket 2 x minus 4 واحد يقول لها مسا انت بتخضينا بتقعد تقول لي buy ومش عارف ايه معلش يعني اصد خضك عشان لما تيجي كده وانت في الامتحان تنسى حاجة تلحق انا نسيت ماشي بعد كده تقومي ليه تجيب لي dy by dx الوحدة ناس ادي الموضوع بمنتهى البساط يعني ودي لي dy كده هناك كده عايز تفكها وتحط الفاليو بتاعها تحطها انت حور ماشي يا شباب طب بص هناك 2 ايه رأي حضرتك بدل معلش root ال y دي ما نكتبها كده y power half شكلها انضف كده وبن ناس واحسن كده صحيح يلا by differentiation with respect to x يلا اعمل لي differentiation with respect to x هنزل ال half half by 2 يبقى او اكتب ال y ونقص منها واحد تبقى كام negative half صح يبقى نزلت ال half half times 2 اهو 2 times half عشان بس الناس اللي ايه تبقى معنا واحدة واحدة ادي 2 اهي نزلت ال half ونقصت منها واحدة by dy by dx اقوعة تنسى equal ايه derivative بتاع ده انا ازلت 2 تبقى 2x minus 3 خلاص ما بكتبهايش ايه دي يا سيد المسألة ناس تبقى كده هيا الفكرة كلها فيها يعني اتمنى ان دي تكون واضحة طبعا تجيبلي dy by dx الوحدة تقوللي عبارة عن ايه 2x over كل الكلام ده 2 times half خلاص بقى مش محتاجة اكتبها وان ودي y power negative half على فكرة y power negative half يعني اقدر اكتبها 2x تطلع لفوق y power half صح يعني ايه y power half اللي هي root ال y يا حبيبي صح يعني اللي هي 2x root y طب معلش هي ايه root ال y ما انا عارفها root ال y ده اقدر اشيل احط مكانها x power 2 minus 3 over 2 يعني اقدر اشيل root ال y دي وحط مكانها ايه بقى تبقى المسألة في الاخر 2x ونحط مكانها x power 2 minus 3 over 2 نشيل التو بعد 2 ادي المسألة x times x power 2 minus 3 ماشي يا شباب يعني اظن يعني انا شايف الموضوع بسيط طب تعال هنا كده المسألة دي بقى نبتدي كده من هنا x power 2 minus y power 3 equal to x هعمل derivative لكل واحد منهم by differentiation with respect 2x يلا ابتدي كده اعمل لي derivative هنا ايه derivative هنا 2x ايه derivative هنا minus 3 y power 2 غلط ايه بقى dy by dx dy by dx اوعى تنسى dy equal to استخلص لي يا مهندس dy by dx عايز dy by dx الواحدة تقول لي همسك 2x دي فلتذهب الى الناحية التانية بعكس الاشارة يبقى negative 3 y power 2 dy by dx equal to minus 2x كلام ده over negative 3 y power 2 يعني dy by dx equal to minus 2x over negative 3 y power 2 تقول لي عايز افك y power 2 وحط الفاليو بتاعها ما عنديش مشكلة عايز تسيبها كده اتفضل تسيبها كده وعيش حياتك يا مهندس ماشي يا مهندسين اظن يعني الموضوع انا شايفه الى حد ما بسيط جدا تعال كده بقى ما نشوف شوية المسائل دي كده مسائل البروف عشان دي من اواخر الحاجات اللي عندنا على الفكرة والدرس خلص يعني بس عمال حيلا عليه بقى كتير او بص هنا بقى المسائلة دي فيها كده تركز غير هو عايز يعرف ايه dy by dz عشان كده انا ما بحفظك الرول بص ادي dy ودي dz اهو شرطتين احشر في النص dx وdx ما انا يابني لو حفظتك الرول انا يابني كده هلطان واحد يقول لي ما هالرول اتغير اهو ايو يابني عشان عايز dy by dz فقمت كاتب dy ودي dz حشرت هنا dx وحشرت هنا dx طيب تعال اما نجيب ده ونجيب ده ونعمل هم times بعد dy by dz اللي هو عايز ماشي بص كده معي على جنب dy by dz عايز function y equal حاجة في z سوري dy by dx بقى اول نجيب dy by dx اهو همسك الفنكشن دي مش y equal حاجة times x اعمل derivative 2x بس كده اه بس كده دي اول بحت 2x times a dz dx by dz يعني امسك الفنكشن اهو dx بالنسبة للz اهي function x equal times اعمل derivative كده with respect to z هنزل 3 z power 2 اهو 3 z power 2 اعملهم times بعض بس كده اعملهم times بعد يبقى 6 x z power 2 نقصك بس حاجة صغيرة انك تقوم عامل ايه مش هو عايزها dy by dz يعني تقوم عامل لي ايه شايل لي ال x وحطيت هلي كلها times z power 2 اه دي يا ابن المسألة عايز حضرتك تعمل لي بقى distribution صحيح يعني 6 z power 2 ودي z power 3 minus 2 مرة تعمل لي ده times 2 مرة times ده يبقى 6 z power 5 minus 6 by 2 اللي هي 12 z power 2 اه دي كده dy by dz عرفنا الكلام ده اهي اهي دي ماشى مستقى وبعدين بعد اما عرفنا الكلام ده بيقول لك وبعد اما حضرتك عرفت الكلام ده prove z ان dy by dz اللي انا لسه جايبها اللي هي 6 z power 2 اه 6 z power 5 اه 6 z power 5 minus 12 z power 2 بيقول لي لو عملت الكلام ده plus 4 dx by dz الكلام ده هيطلع لك بكذا طب ما تيجي نزود عليها انا كتبتها اهي انا كتبت دي اللي هي اللي كتبت الdy by dz اللي هنلسه جايبها حال عايزة ازود عليها 4 dx dz ماشى زود عليهم تعالى بقى انا بس فهمتك انا هعمل ايه ادي الفور هسيب الفور ايه dx by dz دي فين dx by dz انا كنت جايبها اهي يعني هعمل 4 times 3 z power 2 ما هي 4 times 3 z power 2 فالتذهب الى الجحيم مع 12 z power 2 يطلع لي الاجابة ب6 z power 5 اللي هي اللي هي اللي هو عايز هذي بهمتك هو الفكرة كلها فيها ادي يا سيد الموضوع بمنتهى البساطة واحدة كمان number 13 يلا number 13 بص كده number 13 بيقول لي بيقول لي y equal z power 2 plus z و z equal to x power 2 ماشى عايز يعرف ايه بيقول لي عايز dy by dx انا واضح كده ان فيه dy يعني chain rule ماشى ادي dy by dx مش عبارة ادي dy ودي dx احشر في النص d z احشر في النص d z ماشى dy by dz على جنب كده في draft كده على جنب dy by dz بحسبها ازاي derivative y بالنسبة لل z هي في الفنكشن d y z يبقى two z plus one بعد كده dz by dx dz by dx derivative of z بالنسبة لل x هي هنزل two two by two تبقى four x عرفت كل ده مهندس يعملهم لتايمز بعد dy by dx تقول لي equal two z plus one times four x تقول لي نقص لي بس حاجة صغيرة ان نعمل ايه اشيل الز وحط مكانها انا عايزة كلها بالنسبة لل x يبقى dy by dx تقول لي عبارة عن two بدل z نحط مكانها two x par two بعدين plus one خلي بالك انا كتبته بدل بدل لما هي بص كده بدل لما هي يا مهندس two z ومتكاتب two two x par two ليه عشان z two x par two two z ومتكاتب مكانها two two plus one بعدين الكلام ده كله times ايه بقى times four x طبعا استنى هو two times two x par two مش تبقى four x par two بعدين plus one الكلام ده كله times four x تقول لي four x مرة times ده ومرة times ده يعني مستر 16 x par two بعدين plus four x ادي كده dy by dx عايز بقى حضرتك اهو بيقول لي لو عملتها minus تعالى كده نعملها minus يعني انا عايز بقى امسك على جنب كده هو انا اكتبها هنا امسك 16 x par two plus four x دي بقى ايه لو عملتها minus dz by dx فين dz by dx انا كنت لسه حاسبها هي minus four x بص كده هيطلع لي 16 x par كام انا انا لو عملت four x times four x par two تبقى 16 x par three شفت بقى الغلطة فين فتقول لي لو عملت الكلام ده فعلا لو شلت four x معنجة four x هطلع لي 16 x par three بقى انا حل الصحب وانا حتى مش هشيل الغلطة دي عشان انت تشوف كده اه ده انا فعلا لمحت بعيني ده كويس ده كويس طيب نيجي يا ولاد لنمبر 15 تعال كده ما نشوف بتقول لي بص يا سيدة نمبر 15 بيقول لي بيقول لي ان ال y equal z plus three over z minus one وال z نفسها equal x plus one over x minus three عايز يعرف dy by dx طيب تعال بما نشوف كده نجيب dy by dx ازاي ادي رول ادي dy by dx equal بكتب dy واكتب dx واحشر في النص دي وحشر في النص دي ماشا مستو derivative y with respect to z استخدم دي تقول لي تسدى بان ده راجل مش محترم ده عامل لي fraction كنا بنعمل ليه في fraction يا خوي والتانية كمان fraction ده بص بقى يعني ده قاصد يشقيك اي تقول لي يا مستر بجيب derivative fraction ازاي down squared اهو بعدين down times derivative up z minus 1 down times derivative up بكم 1 minus up times derivative down يعني زد plus 3 و derivative down بكم 1 يبقى تاني down squared down times derivative up minus up times derivative down نيجل تاني واحد down squared x minus 3 power 2 بعدين down times derivative up down times derivative up بكم 1 minus up times derivative down بعد اما عملت الكلام ده 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 دي واحد يجي يقول لي افكها اقول له تفك ايه تفك ايه تفك ايه ده بص المنظر عامل ازاي يقول لي طب خلاص اشيل الزد وحط ما كانها كم 4 plus 1 مش 4 4 plus 1 over 4 minus 3 يعني مستر تطلع بكم 5 over 1 يعني تطلع 5 اه يعني هشيل كل زد وحط 5 خلاص هشيل كل زد وحط 5 وحشيل كل اكس وحط 4 يلا 5 minus 1 4 times 1 before minus 5 plus 3 8 over طبعا times 1 مالهاش لازم over 5 minus 1 بكم يا مهندس before 4 power 2 16 times نشيل كل اكس ونحط كام 4 4 minus 3 بكم 1 minus 4 plus 1 تطلع ب5 over 4 minus 3 1 power 2 ب1 طب استنى بقى مستر معلش يعني نبسط كده هو 1 minus 5 بكام بن negative 4 يا ابني والله تعالى منشيل دول كده ونحط negative 4 يا سلام طب استنى بقى معايا كده هو 4 minus 8 بكام negative 4 يا سلام يا سلام على الجمال negative 4 بصت بقى اعمل لي كده الرقم ده times الرقم ده equal 1 ماشي كده يا شباب حبيب الملايين ده كده كان يعتبر السؤال ده طيب نيجي يا ولاد لنمبر 18 تعالى كده اما نشوف بتقول ايه طبعا شكلها مش عاطفي خطس بس تعالى كده انا لمحت فيه dy by dx تعالى اما نجيب dy by dx اهي بتقول لي equal ايه هنزل 3 واكتب x minus 5 whole part 2 بعدين by derivative اللي جوه derivative اللي جوه بكام 1 فهلاص مش هكتبه معايا كده بس لو كان في رقم كنت هكتب by derivative اللي جوه او عتازم اهي ماشي يا مستو هعمل ايه بقى همسك الليفت هان سايد ده اكتبه زي اما هو dy by dx power 3 minus y x minus 5 dy by dx على امل لما احسب الليفت هان سايد على امل يطلع لي 24y part 2 طب لو ما اطلعش يبقى كده انا خلطا طيب dy by dx بيقول لي عايزك تمسك لي البداعة الجميلة دي كده تعملها لي part 3 تقول لي يعني ايه يعني لو انا عندي 3 ودي x minus 5 part 2 بعدين عايز اعملها part 3 بص كده 3 part 3 بكام 27 x minus 5 power 2 بعدين part 3 تبقى x minus 5 power 6 بنعملهم times minus ال y ال y الاصلية بكام اصلا بx minus 5 power 3 عايز اعملها times x minus 5 بعدين عملها times dy by dx اللي هي 3 وx minus 5 power 2 يا سلام ده انت مسألة رائعة ماشي بص بقى معي x minus 5 power 3 و x minus 5 power 1 و x minus 5 power 2 تبقى x minus 5 power كام 3 و 1 4 4 و 2 6 اه يبقى x minus 5 power 6 ما تنساش في ايه هنا 3 تبقى ايكوال 27 من حاجة بص 27 بطيخة minus 3 نفس البطيخة نعم بص حاجة power 6 و حاجة power 6 تبقى كني بعملهم minus عادي يا ابني 27 حاجة minus 3 من نفس الحاجة ما هم ليهم نفس ال power و نفس كل حاجة صح تبقى ايكوال كام 24 x minus 5 power كام بقى power نفس ال 6 صح 24 برتقالة minus 3 برتقالة 27 برتقالة minus 3 برتقالة تبقى 24 برتقالة معايا كده اهي نفس البرتقالة مش مش power 2 ولا حاجة اهي تقول لي ماشي انا قربت اهو 24 وصلتلا ايه ال y power 2 دي ما يبني ال y اصلا بx minus 3 power 5 اه يعني ايكوال 24 اقدر اكتبها ايه اقدر اكتبها ال y اللي هي x minus 5 power 3 بعدين power 2 اللي هي 24 y power 2 بس وصلت كده ابني لناحية التانية تبقى تبقى الفكرة كلها ايه اتمنى يعني ان دي تكون ايه ان دي تكون واضحة لان ال y power 2 زي ما قلنا اللي هي x minus 5 whole power 2 ماشي يا شباب ده كده كان يعتبر كل المساء اللي عندنا النهاردة اتمنى يعني ان احنا نكون استفدنا حاجة من الكلام ده واي حد عنده اي اسئلة او اي استفسارات ياريت يبعتها لكلها ياريت يعني لو عجبك الفيديو ياريت تبعته لزميلك عشان بس ايه الواحد يستمر في القناة ونفضل كده ايه مكملين فيديوهات مع بعض ونفضل نشتغل وتقول بس لزميلك ايه على القناة بتاعتنا وياريت الناس تشترك فيها كلها مرسي يا ولاد واشوفكم ان شاء الله في فيديوتين شكرا اشتركوا في القناة